الشاشاي نتواصل معاكم عبر صباح الشروق وصباحكم دايما عافية وإن شاء الله أنتوا دايما معافيين نمشي لي العافية ونرجع لاستكمل معاكم اللي هي صباحات العافية وحدة من فقرتنا خلونا نتابع ونرجع نكمل اصابات الضماغ اللي هي الشايعة عندنا هنا مش الشايعة هي عموما يعني أكتر حاجة أول لتنين زي بعض النقاع الشوكي بتتراوح طبعا حسب الإصابة من إصابة بسيطة لإصابة متوسطة إلى وصال خطيرة اللي ستستزم بعد ذلك دخول المستشفى والمكسفية وغيرتصل للحجز في العنايات المكسفة لما نتكلم عن إصابات الدماغ بنعني بالإصابات اللي هي ناتجة عن إصابة مماشرة للدماغ أو أولا عن طريق الحوادث المرور أو الإصابات الجنائية يعني يمكن لها أن تحوادث كان الواحد كاطع الشارع إذا كان رجفة عربية العربية دي صدمت قلبت المواتر الركشات كل الكلام ده كويس بنتج عنه مرات إصابات قلنا زي ما ظلمكم من خفيفة متوسطة إلى خطيرة السعود من مناطق عالية كويس إصابات الطلغ الناري إصابات الألات حادات دي كلها بتتدريك فيه الأهية دي طبعا مفروض أساسا طوالي الإنسان بتوجه لأقرب حوادث أو مفروض أنه يكون عندنا نحن النظام بتاع الإزعاف وإيصال لأنه في موضوع الإزعاف ده ذاته في كمية من الحاجات عشان تحابز على استقرار العمود الفغري أو تككل مرات كثيرة ممكن يكون مساعدة الناس للمصاب ممكن تأذيه أكتر مما تنفعه مما نوعه أنه يعني أكتر حاجة من خافية في إصابات الضماغ هي الإصابات التي تنتج عنها نزايف يعني عشان إحنا نفرز لأنه نحن عندنا إصابة ممكن تكون إرتياج عادي خفيف وده الإنسان ممكن يحصل له في قدر الوعي بسيط وبعد ذلك يعود للوعي إما غير ما يكون عنده أي مشاكل بتاع العصبية أو عنده مشاكل بتاع تعطم عصر يعني في العصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر